موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج إضاءات في زيارة الأربعين وضيفي الدائم في هذا البرنامج جناب الشيخ علي موحان حياكم الله شيخنا العزيز وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج مرحبا بكم حياكم الله أعزان المشاهدين نستذكر ما طرحناه في الحلقة السابقة ألا وهو كيف أن الحسين سلام الله عليه هو وجه الدين الإسلامي ولهذا الوجه كما ذكرنا أنه كما الصلاة هي وجه دين الإسلام كما ذكرها لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أصبح الحسين بقيامه وبثورته وما أخرجه لنا من إصلاح وتعاليم للدين الإسلامي أصبح بذلك وجه للدين شيخنا العزيز السؤال لجنابكم كيف يمكن أن نحافظ على هذا الوجه؟ ذكرنا في الحلقة السابقة أنه تعرضت الصلاة باعتبارها وجه للدين إلى انحرافات حتى في كيفية الأداء فكيف نحافظ على وجه الدين ألا وهو الحسين بالوجه المخصوص؟ أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين والطاهرين الحمد لله الذي من علينا بمجاورة الإمام الحسين عليه السلام ومجاورة أخيها بالفضل صلوات الله وسلامه عليهما وأسأل الله ألا يحرمنا هذه المجاورة في الدنيا وفي الآخرة آمين يا رب العالمين اللهم صلى على محمد وآله محمد كما بدأنا في بداية الحلقات السابقة أنه المشرع الذي يشرع الدين المفروض أنه لا بد أن يبقي هذا الدين ولا بد أن يوجد له عوام البقاء يساند في ديمومة هذا المشروع من خلال استشعار أن هناك جهة معادية يعني الإنسان لو لم يكن هناك جهة مانعة ومعاندة المفروض الأمور من لحظة إنشائها تترك على رسلها على سليقتها وتسير بشكل طبيعي لكن باعتبار أن هناك جهة معاندة وجهة توعدت أنها تقطع الطريق على المؤمنين المفروض فهذه الجهة جهة يعني ليست بالهينة لا تخفل لا تنام المفروض لا تكل لا تمل تنصب الفخاخ في كل يوم فالمفروض هذه الجهة يعني عندما شرع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وجاء بهذه الشريعة المفروض هذه الجهة جهة يعني نعبر عنها بأنها جهة محترفة في الإضلال يعني عملها ليس جزافا وإنما يعني تشخص أن هذا الدين على أي شيء يقف ما هي أركانه ما هي أعمدته وتبدأ تهاجم هذه الأركان بقوة كما يصف القرآن مردوا على النفاة احتراف أكو في الموضوع فهذه الاحترافية للشيطان وأتباعه المفروض أن أمير مرمي الأسلام شخص هذه القضية بقوة وأنه المفروض أن هذا الموضوع يعني كأنه يعبر صلى الله عليه وسلم يقول أن هؤلاء ينصبون فخاخهم يعني من الصباح لجميع الناس ولن ينجو منكم أحدا إلا من ذكرنا بأسمائنا وصلى علينا فالقضية أنه يعني تحذير من خطر كبير فعندما قلنا تشخيص واضح من أمير المؤمن سلام الله عندما قلنا أن هناك جهات هذه الجهات المفروض يعني الآن في الخارج يعني عندما يأتي الإنسان وأيضا يقف مانعا بوجه طريق أمير المؤمنين مانعا بوجه النبي طمعا في الدنيا طمعا في الملك طمعا في يعني ربما أنه يشتبه اشتباهات عقادية معينة قد يدخل في دائرة البغض والنصب لأمير المؤمنين للنبي الأكرم باعتبار أنه يعني حصل بينهم ما حصل من يعني من إراقة دماء ومن أحداث أورثت في قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فالمفروض أنه لا بد من أن يبقى هذا الدين وبقى هذا الدين كما ذكرنا بسيد الشهداء صلواته الله وسلم هذا الحقد الذي ذكرتموه الآن واضح في كلمات يزيد واضح في أبياته الشعرية ليت أشياخي ببدر ينشهد وجزع الخزرجي وقع الأسل لا أهلوا واستهلوا ثم قالوا يا يزيدوا لا تشان الفكرة كما ذكرت أنه الآن إذا ثبتنا هذا المعنى أن هناك بقاء للدين بالحسين عليه السلام وأن الحسين عليه السلام صار وجهاً للدين باعتبار أنه انتقل الوجه يعني من ممارسة خارجية من عمل خارجي إلى قضية وجدانية هذه القضية الوجدانية مع أنها في النفوس وفي التكوين لكن المحذور الذي فيها هو ما هو يعني كالمحذور في القضايا البديهية نعم ذكرنا هذه المسألة في المحاضرة السابقة نعم أنه يعني أعيد هذه القضية اللي أبأس بها أنه القضية البديهية المفروض أن الجميع يعرفونها ومتثقة عليه مع أن يتصور طرفي القضية حتى يوقن بصدقها نعم ولكن أنه في القضايا البديهية ممكن أنه تنسى هذه القضية البديهية يغفل عنها والشيطان ما هي وظيفته وظيفة الشيطان إغفال الإنسان الإنساء وما أنسانيه إلا الشيطان وظيفته كأنه النسيان يعني كما يعبر بعض الفقهاء يقول النسيان من الشيطان الشيطان ينسي والشيطان ممكن أنه يعني يسوف للآخرين أو أنه يعني هو في مجمله محط استغفال بل فعندما شخص أن الوجه الجديد هو سيد الشهداء صلى الله وسلم بعد الطمر الذي صار لوجه دينكم هي الصلاة تشخص مولاي سيد الشهداء صلى الله عليه بأن يكون هو الوجه فلذلك الآن يعني منذ اليوم الأول يعني منذ خروس سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم أنه مثلا يأتي السؤال أنه يعني لماذا هذا الإصراف في يعني التنكيل بالحسين عليه السلام وبيه لبيته هاي البشاعة الجريمة يعني من أين يأتي هذا يعني هذا السلوك كيف يفسر هذا السلوك أنا أتذكر مرة بعض الأخوة كان يعني له توجيه لطيف لقضية يقول مثلا أن حرملة لعنة الله عليه حرملة كان مثلا قد أعد سهما إعداد مسبق له ثلاثة رؤوس ثلاث شعب يعني كأنه في ذلك الزمان ما كان معروف أن الإنسان يعد سهم بثلاث رؤوس يعني ما الذي تفعله بسهم بثلاث رؤوس سهم برأس واحد كافي لأداء المهم أصلا هذا السهم بثلاثة رؤوس وبعد وأنه يعني مسموم وعموما معد بشكل متين السؤال هنا يقول أنه حرملة يعني من أين جاءته الفكرة أنه سيكون هناك قتال وأنه يعد هذه العدة للقتال مع أنه أكبر قادة الجيش اللي هو مثلا الحر بن يزيد الرياحي ما كان يخطر في باله أن القضية تتحول إلى قتال ولا أكثر الذين جاءوا إلى القتال أصلا كانوا يتوقعون أن المسألة ستصل إلى ما وصلت إليه بحيث يتفاجأون ويسألون أنك مقاتل هذا الرجل يعني ممكن معقول أنه مقاتل أنت هذا الرجل حتى الحر لما سأل عمر بن سعد قال له قال له أمقاتل أنت هذا الرجل فهذا الاستغراب من قائد كبير في الجيش فمن أين جاءت الفكرة التي حرملة أن يعد هذه العدة ولم يخطر يعني ما خطرت في باله الفكرة التي خطرت في بالحر هذا يعني مظاهر أو علامات على أن الإبليس إحاء لأولياءه كان يوحي لأولياءه بإحاءة كبيرة وأنه يوجهه وأن هذا القضية قضية المحو لسيد الشهداء أنه عندما تأتي الخيل بعد قتل الحسين عليه السلام وبعد أن فعل به ما فعل أن تأتي الخيل لكي يعني تمارس هذه الممارسة التي يعبر عنها يعني السيد الحلي رحمة الله عليه بقصيدته يقول يعني خيل العدى طحنت ظلوع هذا الطحن محاولة يعني كأنه إعدام وإبادة وإفناء للحسين عليه السلام بحيث أنه يعني كون أنه لا يبقى للحسين بقية بعد وأن لا يبقى لأهل هذا البيت بقية المشكلة أنه بلا شك وصلتهم روايات رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبارهم يسمون نفسهم مسلمين إياكم والمثلى ولو بالكلب العقور وسيد شهداء سلام الله عليه طحنوا ظلوعها يعني ليس فقط قضية التمثيل بالأجساد كان الأمر من أيسر ما يكون هذا العدد الكبير من الجنود الذين أحاطوا بالحسين عليه السلام أن يأسروا كل هؤلاء المحور من أيسر ما يكون يأسرهم ويأخذوهم أسرى وتنتهي القضية إلا أنه يعني كان هناك يعني أمر مدبر وأن هناك لابد أن يكون هناك محو محو لهذه الرسالة محو لهذه الثورة أن لا تبقوا لأهل هذا البيت بقية فهذا القرار بالمحو المفروض هو الذي على أساسه المفروض الآن يعني يكون كلامنا كيف أن الحسين عليه السلام جعل في قلوب المؤمنين هاديا بوصلة تدل على الطريق وكيف أن الشيطان يوحي لأولياء وأنه يعني يحاول بكل وسيلة من الوسائل أن يلقي في القلوب هذه الشبهات وهذه وسبحان الله جناب الشيخ كل سنة في كل سنة تثار هذه القضايا من جانب الزيارة من جانب المواكب من جانب إطعام الطعام من جانب إقامات العزاء والشعائر في كل سنة ترى تصدح الأبواق أنه هذه لماذا وهذه كيف وهذه الأموال تصرف وكذا 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 كل هذه الشكوك التي تفضلتم بها هي واحدة من عوامل إبليس أو عوامل الشيطان في كيفية إطفاء هذا النور هذا هذا خب جدا واضح الموضوع الآن إذا ثبتت عندنا هذه النقطة أن الحسين عليه السلام يوم جعل في القلوب المفروض أن هناك قوى كثيرة تحاول أن تهدم هذا الوجه وأن تطفئ هذا النور الذي جعله الله في القلوب فكيف أن الله يأبى إلا أن يتم نوره يعني ما هي الممارسات التي يعني تكون من جهة الخير بحيث يعني عوامل لبقاء سيد الشهداء نفاجأ مثلا بعبارات سيدة زينب صلى الله عليه وسلم عليها أنه في ذلك الظرف يعني في تلك اللحظة التي المفروض أنه يعني من عاش في تلك الأحداث الحقبة نعم كأنه المفروض لابد أن يقتنع بأن الأمر قد انتهى تماما وانتصر جنود الخلافة المفروض لابد أن ينتهي آل بيت النبي الكل رجعوا يعني وأنه القضية قد انتهت إلا هذه سيدة طاهرة تعبر بهذا التعبير أنه باعتبار أنها عالمة ومطلعة أنه لا وأن الله عز وجل يعني قد أعد أقواما لا يعرفهم فراعنة أهل الأرض أو فراعنة أهل الأرض فهؤلاء الذين أعدهم الله سينصبون لقبر أبيك علما واضح الرؤية للمستقبل جدا جدا المفروض أنه سينصبون هذا العلم مهما يعني تبين هذه القضية أنه وليجتهدن أئمة الكفر أنه في محويه وتطميسه يعني بمعنى آخر هذا الصراع ترى صراع أزلي ودائم رح يبقى أبدا إلى إلى قيام الساعة هذا الصراع دائم يعني كل من الآن يعتقد أنه القضية عندما تنشر الكتب وتبين كأنه القضية أن الجهة الأخرى مثلا تتوقف عن هذه القضية يكون موهوم كما أن الجهة الأخرى موهومة باعتقادها أنها بكل ما تفعل أنها يمكن أن تطفئ نور الحسين عليه السلام جناب الشيخ كما هو معروف ومذكور في التاريخ على مر الخلافات التي طرأت على المسلمين وسرقت من أهل البيت حاول الحكام بهدم ومحوا قبر الحسين ولكن كل المحاولات باءت بالفشل كما هو معهود من الله سبحانه وتعالى بأن الحسين نصر دين الله سبحانه وتعالى وبالمقابل نصر الله سبحانه وتعالى نهضة الحسين وأبقى ذكره على مر العصور كل من حاول مسح القبر هدم القبر يعاد ويبنى من جديد نأخذ فاصل ونستكمل حلقة إن شاء الله مشاهدين الأكارم فاصل قصير ونستكمل إن شاء الله حياكم الله مشاهدين الأكارم مرة أخرى وهذه عودة من الفاصل وأرحب مرة أخرى بضيف جناب الشيخ علي موحان في هذه الحلقة من برنامجنا إضاءات في زيارة الأربعين حياكم الله جناب الشيخ مرة أخرى كان الحديث في كيف أن الله سبحانه وتعالى حفظ الإمام الحسين وحفظ هذا الوجه الديني وذكرتم عن السيدة زينب عليه السلام أنها قالت أنه هنا سيشخص علم وعزاء سيقام وأوضحت في مجلس يزيد أنه والله لا تمحو ذكرنا كل هذه الدلالات هل للسيدة نظرة إلى المستقبل هل هناك ترابط ما بين كلامها وما بين القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أنا ممكن ألفت الأنظار إلى هذه الصورة أنه عندما دخلت مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها ويعني بآثار السفار وآثار المصيبة على يزيد تعالى الله عليه أنا يمكن أن أسأل هذا السؤال أنه عندما أقسمت وهي الصادقة من دون أن تقسم أنك لن تمحو ذكرنا أنه ما هو حال من سمع منها هذا القسم كيف يصدق أن هذا الذكر لن يمحى بالعادة أهل البيت سلام الله عليهم عندما يرون الأحاديث يقولون بالكلام العادي ولكن في بعض المواضع يقسم الإمام سلامه الله عليه أو المروي عن أهل البيت لما يقسم في هذا الموضع يعني هناك أمر مهم وخطير والسر تحت هذه الكلمات من كان في ذلك المجلس يعني كأن الإنسان يكاد يجزم أنه لا يستطيع أن يستوعب أنه كيف أن هذا الذكر لن يمحى وأنه لم يبقى لأهل الحسين عليه السلام بقية أصلا لم يبقى إلا النساء وإمام علي بن حسين كان عليلا ليس له ذلك الألق الذي في أذهان والمشهد أن الرؤوس مقطعة أمامهم كأنما العرض انتهى بغاية الزهو وغاية الفرح والرقص والأغاني ومشاهد تكشف عن أن القضية انتهت تأتيهم صاعقة من السيدة الزينب هذه الإشارة التي أشارت إليها مولاتنا زينب عليه السلام باعتبار أنه أيام الإمام علي بن حسين السلام هذه الأيام وهذه الليالي أنا لابد أن أشير هنا إلى نقطة لطيفة أنه بعد الحسين عليه السلام يعني عندنا في الرواية أنه ما كان في الناس إلا ثلاثة من من بقوا على خط الولاية ثلاثة أشخاص فقط هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بالإمام علي بن حسين عليه السلام عجيم يحيى بن أم الطويل وجبير بن مطعم وأبو خالد الكابلي هؤلاء الثلاثة فقط هؤلاء هم الذين كانوا على خط هذه الولاية بدأ الإمام علي بن حسين عليه السلام بعد سيد الشهداء بعنوان أنه يعني ثلاثة أتباع وأنه ما كان في مكة والمدينة عشرون بيتا يحبوننا لا إله إلا الله بل في بعض الأخبار أنه ما كان لنا المدينة بيتا من الموالين واحد بيت واحد من الموالين معقوب هذا النتيجة طبعا السياسة بالأشياء السياسات المتعاقبة ما حصلت بعد استشهاد نبي الله سيد السلام سياسة المحو من أيام استشهاد النبي الله كرم صلى الله عليه وآله وصولا إلى استشهاد الإمام حسين عليه السلام استكمالا للمشروع فالإمام علي بن حسين عليه السلام خلال 34 سنة يعني عندما هو الذي رعى هذه القضية قضية يعني الاستثمار قضية الحسين عليه السلام باحتبار أنه كان من البكائين ومن المذكرين بسيد الشهداء بكل قوة بدأت القضية هكذا أنه بدأ بثلاثة من ثم أنه وصل الحال به وأنه عشرون بيت من المحبين يعني لا يوجد في مكة والمدينة في قريب نهاية المطاف أنه كان إذا دخل المسجد الحرام حشام بن عبد الملك المفروض الذي هو ابن الخليفة وأخو الخليفة لا يقوى على أن يستلم الحجر باحتبار زحام الناس واكتبارهم فانفرج له القوم وصماطين أما الإمام علي بن حسين السلام عندما يدخل بهيبته ما الذي كان يملكه الإمام عليه السلام أمام هذا الطاغية بهيبته ينفرج له الناس صماطين يصل ويستلم الحجر بحيث يثير الانتباه بهذا المشهد كيف وصل الحال خلال هذه الثلاثين سنة أن الإمام وصل إلى هذه النتيجة هذا هو زرع الحسين عليه السلام هذا نماء دم الحسين عليه السلام لو أتيح لنا أن نعبر نماء دم الحسين عليه السلام هذه القضية هذه القضية سممكن أنه شخص يشكل ويقول أن هؤلاء كانوا من عوام الناس وبسطاءهم فتأثير الجماعة عليهم بأنه شخصياً ثلاثة كانوا يعرفون الإمام فانفرجوا وانفرج باقي الناس لأن هناك مشهد آخر يعني ملفت جداً سعيد بن المسيب يروي أنه يعني ما كان أحد من القراء في المدينة يخرج إلى مكة في موسم الحج حتى يخرج علي بن الحسين عليه السلام قراء من؟ قراء المدينة قراء القرآن قراء القرآن موصفون هؤلاء بأنهم حفاظ القرآن ويعبر عنهم بالقراء يعني كأنه فالنوع من أنواع الصفة والامتياز على باقي الناس شهر مميزة أهل الفقاهة أهل القرآن أهل المعرفة هؤلاء ما كانوا يخرجون إلى مكة للحج حتى يخرج علي بن الحسين فيخرجوا معه يسألونه في الطريق عما يعني صعب عليهم أو استشكل عليهم فيقول فخرج وخرجنا معه ألف راكب هذه النتيجة القراء هذا بداية النماء الذي ظهر على يد الإمام علي بن الحسين صلى الله عليه وسلم عموما عود على النقطة الأساسية أن الله عز وجل والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والبيت عليه السلام عندما يشيرون إلى أن الحسين عليه السلام هو وجه الدين وأن الله عز وجل قد جعله في التكوين كيف يحفظ هذا الأمر الذي في التكوين من الذي يحفظه؟ كلامنا كان حول السيدة زينب صلى الله عليه وكيف أنها شخصت؟ شخصت وأشارت أن هذا الأمر محفوظ يعني كل ما تبذلونه من جهود من أموال كل ما يمكن أن يصدر منكم مهما عظم المكر الذي تمكرونه في النهاية ترى لن تصلوا إلى شيء بالعكس يعني أنتم بهذه القضية تزيدونه تناسب عكسي في الموضوع شموخاً علوا وارتفاع النقطة المهمة هنا أنه لماذا يزداد علوا وارتفاع أنه لا مرة يعني مرة يعني يبقى محافظاً هذه القضية ذكرناها في بداية الحلقة نعم في بداية الحلقة أن هذه الزيارة مثلاً زيارة الأربعين يعني من يتبه من ألفين وثلاثة إلى اليوم هي في نماء مضطردة يقول هذه في نماء وزيادة هذا هو الأمر الغريب أنه مهما فعل إبليس وأتباعه السيدة الطاهرة تقول أنه الأمر لن يبقى على حاله بالعكس يزداد علوا وارتفاعاً حسنت في كل يوم سيزداد في كل يوم سيزداد هم سيزدادوا اجتهاداً وهذا الأمر سيزداد علوا وارتفاعاً هذه معادلة من الصعوبة بمكان أن تفهم وهذا ما حصل فعلاً في العراق مشكلة أنه في الوجدان نراه لكنه هناك يعني طرح عندما يأتي الوصولي مثلاً أو الفقيه عندما يبحث في قضية وإن كانت وجدانية يقول لا بد أن يبحث في من شئ هذا الأمر كيف نشئ هذا الأمر من أين صارت هذه القضية بهذا الشكل يعني مرة واحد يكتفي يقول أنا الوجدان يكفيني والوجدان أفضل من البرهان لا يزاحم بالبرهان يكتفي بقضية الوجدان واضحة لا تحتاج إلى دليل وبرهنة لكن البعض ممكن من يريد أن يدقق ويفهم أنه ما هو من شئ هذا الوجدان من أين نشأت هذه القضية كيف صارت هذه القضية في كل يوم تزداد ارتفاعاً هنا إشارة مهمة وأساسية أشار إليها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما جعل عترته عدلاً للقرآن عندما جعلت العترة عدل للقرآن والمفروض أن الله عز وجل من جهة تكفلة بحفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فالمفروض أنه حافظ للحسين عليه باعتبارهما عدلان وكما ينقل بالرواية أنه يعني بسبابة وسبانة أطبق سبابتين مع بعض ولم يفعل هكذا بل أنه فعل هكذا فالفكرة هكذا ستكون أنه عدل القرآن كما أن القرآن سيحفظ من الله عز وجل الله عز وجل تكفل بحفظ الحسين عليه السلام هذا واحد قضية الثانية والمهمة والأساسية أن القرآن لا تفنى عجائبه يعني عندما تنظر إليه على أنه مجرد ألفاظ كأي ألفاظ أخرى يعني لم تخترع لغة خاصة لكي ينزل بها القرآن وإنما نزل باللغة التي كان يتداول بها الناس لكن مع ذلك هذا القرآن المفروض أن اللفظ عبارة عن قالب والقالب ضيق نعم الإنسان عندما يريد أن يعبر عن معاني كبيرة أحيانا يقول هذا من ضيق العبارة العبارة ضيقة لا تفي بالبيان لكن القرآن الذي استعمل هذه العبارة هذه الألفاظ التي تضيق في ألسنتنا عندما يأتي القرآن ويعبر تجد هذه القضية أنه في كل يومين تظهر عجائبه تظهر عجائبه لا يتوقف عند حد من الحدود وأنه أعظم المفسرين الذين أرادوا أن يفسروا يعني هذا القرآن المفروض أقصى ما يعني عندما يقال هذا تفسير كبير وعظيم يقول هذا بالقياس إلى نفس المفسر وعاء المفسر رجقت سعته ليس سعة القرآن لا ما وصل إليه عقل المفسر هذا ما وصل إليه هذا سعة المفسر وليس ما يحوي القرآن وليس ما يحوي القرآن لذلك هنا يعني نكتة مهمة التفت إليها كثير من الشعارات نعم من الأبيات المشهورة والمعروفة عند الناس أنه كذب الموت فالحسين مخلد في كل زمان ذكره كلما مر الزمان ذكره يتجدد ذكره يتجدد نعم هذه القضية عجيبة أنه التجدد وكما ذكرت لك في كل يوم زيادة يعني من جهة كن نفهم أنه يحفظ ولا يحفظ بالمستوى الذي كان عليه في السنة الماضية مثلا لو كنا نقيس بالسنوات أنه هو محفوظ لكنه لا يحفظ على المستوى الذي كان عليه بل يزداد يزداد القضية فيه ازدياد هذا ما دام هو لله فإنما لله المفروض ينبع كنا نتكلم عن مسألة المحو وفي العراق تحديدا بعد سقوط النظام البائد رأينا في الحرب الطائفية وامتدادا إلى وقد التنظيمات الإرهابية في 2014 بهاي الفترة حاولوا المحو والانفجارات والأحزمة الناسفة وكل أنواع المكر والحيلة في سبيل المحو والقضية كانت فيه ازدياد سبحان الله من ذلك الوقت وحتى لما كان في 2014 و15 و16 في أوج الحرب مع التنظيمات التكفيرية كانت الزيارة في ازدياد في كل سنة تسجل الأرقام القياسية بأعلى من السنة الماضية أنا من المشاهد التي بقيت راسخة في ذهني من مشاهد زيارة الأربعين تكشف عن هذا الحال الذي نتكلم عنه أنا مرة من المرات سمعت لقاء لأحد أصحاب المواكم نعم بعد انتهاء زيارة الأربعين بيوم التقوا بي فيسئلون عن أنه شعوره كيف هو باعتبار أن الزيارة قد انتهت رح يودعون الزوار والزيارة انتهت تصور شعور هذا الرجل يعني كيف أنه كيف أنه حياته يعني كأن كل حياته كل ممارساته بعد ارتبطت بسيد الشهداء صلى الله عليه وسلم سبحان الله فهو يعبر بلسانه طبعا أنا أنقل لكم الصورة يقول أنه عندما تنتهي المراسيم ونرجع إلى البيت يوم أنام أول ليلة من أستيقظ في اليوم الثاني في صباح اليوم الثاني يقول الحمد لله انقضت ليلة وبقي يعني 364 ليلة عجيب عجيب سبحان الله في اليوم الثاني يقول الحمد لله انقضت ليلتان ينتظر بلهفة وشوق لزيارة زيارة الأربعينية القادمة هذا الموضوع هو اللي واحدة يعني يفتح باب لحلقة كاملة أنه قضية الانتظار لمراسيم سيد الشهداء صلى الله وسلم عليه وكيف أنه أدب الانتظار عند هؤلاء الناس وكيف أن الناس أبسطوا البيوتات الآن يعني عندما تأتي إليها وتجد أنه أصبح عندها كأنه من الثوابت أنه يعني يجعلون صندوق ويجمعون فيه النقود شهري في سبيل خدمة لأي شيء أنه ينتظر متى تأتي قضية الحسين عليه السلام لكي ينفقوا هذه الأموال وينفقوها يعني بكل أريحية بكل رحابة صدر يعني وبكل رضا وتسألهم لما جوابهم بكل بساطة للحسين للحسين عليه السلام فهذه المسألة يعني من المهم أن يلتفت لهذا الأمر أن الحفظ الذي نتكلم عنه عندما نقول أنا أحافظ على هذا الشيء فقال ترى الحفاظ أنه لا يعني أني أحافظ عليه على نفس المستوى الذي تركته عنه بل في تزايد لا هذا من الأمور الملفتة هذا الأمر الملفت أنه ما هي ميزة الإمام علي بن حسين عليه السلام يعني كما ذكرنا أنه بدأ بثلاثة بثلاثة وبركبه إلى حجبة الله بألف أن يخرج معه بألف ألف من القراء هذا النماء وأن تصل النهاية أنه يعني بينه وبين الإمام الصادق عليه السلام أنه أربعة آلاف أو أنه يخرج من بعد علي بن الحسين عليه السلام تخرج الثورات لطلب الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وتهز يعني عروش بن يومية وتنتهي هذه الدولة الظالمة والمفروض أنه بدأت شجرة التشيع وشجرة الإيمان تزدهر وتصل إلى ما وصلت إليه في زمان النهار هذه القضية لو لا الحسين عليه السلام ولولا أن الله عز وجل جعل الحسين عليه السلام في القلوب وأنه تكفل بحفظ الحسين عليه السلام وبالزيادة في حفظه وبالزيادة في أثره لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن أحسنتم شيخنا العزيز وللكلام تتم إن شاء الله مشاهدين الأكارم وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله في برنامج إضاءات في زيارة الأربعين إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة